قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجاة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تشعر بالإرهاق الشديد من أعمال المنزل والطبخ فذهبت إلى النبي وطلبت منه أن يمنحها خادمة من الغنائم التي حصل عليها ولكن بدلا من الخادمة قال لها ألا أدلك على ما هو خير لك من خادمة وعندما أبدت فاطمة رضي الله عنها موافقتها قال صلى الله عليه وسلم إذا أخذت مطجعك فسبحي ثلاثا وثلاثين واحمدي ثلاثا وثلاثين وكبري أربعا وثلاثين فاطمة رضي الله عنها التزمت بهذا الذكر قبل النوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل ثلاث مرات اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك وألجأت ظهري إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه فهذا الدعاء سيحميك من الشيطان ويغفر الله لك ذنوبك به